الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إجتنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا غيب فيه أدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على قدم ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواهم عليهم أأنزلتهم هم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبخارهم غشا وتشملهم علىهم عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما ربهم بمؤمنين يطادعون الله والذين آمنوا وما يصدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذرون وإذا قيل لهم لا تسلوا في الأرض قالوا إنها نحن مفلحون ألا إنهم هم المفلحون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمننا قالوا أنكمن كما آمن الزفاق ألا إنهم الزفاق ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم قالوا إننا معكم إنما نحن مستهدئون الله يستهدئ بهم ويغزهم في صغيانهم يعمضون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أراءت ما حوله ذهب الله بدونه وتركهم في ظلمات لا يوصرون صمهم مكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من الثماء في ظلمات ورعب وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر المرء والله محيظ بالكافرين يكاد البرق يطف أبطارهم كلما أضاء لهم مشوتي وإذا أغلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء خبير يا أيها الناس عبروا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ستقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الزمرات رصا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأخوا بسورة من مثله وانحو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والفجارة وحذة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جناب تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثبرة رصا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وحسوبه متشابحا ولهم فيها أزوال مطفرة ومن فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ضعوذة فما خوفها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويحدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتقين الذين ينفضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أي مصل ويحسبون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تفرون بالله وكنكم أمرافا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم اترى إلى السماء فترى هم ترعى السماء وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائفة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يقصد فيها ويقصد فيها ونحن نسفح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضوا على الملائفة فقال أنبئوني بأسماء آلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئكم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تنسون وما كنتم تفهمون وإذ قلنا للملائفة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبليس أبا واستقبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رابة حيث شفتما ولا تقابا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعض كل بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاغ عليه إنه هو الزوام الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يفينكم مني غدن فمن سبع هدايا فلا قرنكم عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إصرالي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليهم وأوصوا بعدي اوك بعديهم وإيايا ترغبون وآمنوا بما أنزلكم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا ترغبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنكم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الوافعين أذكرون الناس بالفذر وتنتون أن تتفهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعطلون واستعينوا من الصدر والصلاة وإنها لكثيرة إلا على القاشعين الذين يغلون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إصرالي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليهم وأمني فصلتهم على العالمين واستقوا يوما لا تجذي نفسنا النفس شيئا ولا يقض منها شقاعتم ولا يقض منها عدكم ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويسحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ضرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنبون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم غالبون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستطابكم العجل فتوهوا إلى بارئكم ففتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هم الزواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأغذتم صاعقة وأنتم تنبون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المأن والسلوى كلوا من صيبة بما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا أكلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رغدا واتقلوا الباب سجنا وقولوا حصة نقفل لكم حضاياكم وسنزيد المحجين فبذل الذين غلقوا قولا غير الشديق لهم فأنزلنا على الذين غلقوا رزا من السماء بما كانوا يسرقون وإذ اضطى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعطوا في الأرض محفدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام ظاهر فدع لنا ربك يخرج لنا مما مما تنبط الأرض من بطلها وقصائها وقومها وعدتها وقصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مضربت عليهم الزلة والمسكنة وغابوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عدوا وساهم يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والطابئين غنقا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الظالعا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والطابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أم يحزنون وإذ أقلنا ميساقكم ورفعنا قوبكم مصور كذوا ما آتيناكم بخوة وصور ما فيه لعلكم تتقون ثم تغليتم من بعد ذلك فلولا صروا الله عليهم ورحمته لكنتم من الخاترين ولقد علمتم الذين آتدوا منكم في الزبط فقلنا لهم كون صردة مخاترين فجعلنا آنكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمستقيم وإذ قال موسى لقومي إن الله يأمركم أن تذبعوا بقرا قالوا متتقضنا غذوا قال أعوذ بالله أن أصول من الجاهلين قالوا اضح لنا ربك يبين لنا ما فيه قال إنه يقول إنها بطرة لا طارق ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تذمرون قالوا اضح لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطرة فطارق طاطع لونها فطروا الناظرين قالوا اضح لنا ربك يبين لنا ما هي إن البطرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لن مفتدون قال إنه يقول إنها بطرة لا غلون تثير الأرض ولا تصنع مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جث بالعقل فذرعوها وما كادوا يفعلون وحفظتكم نفسا فتارق فيها والله مخرج ما كنتم تكلمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصرا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشبط فيقول منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله ومن الله بغافر عما تعبدون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان صريق منهم يسمعون فلاه الله ثم يحجفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا فلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يفرون وما يعلنون ومنهم الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون فويل للذين يفرون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يفرقون وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معجودا قل أستخذتم عند الله عهدا فلن يضرق الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من منكثب سيئة وأحافظ به خطيئة فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميساق وني خرارين لا تعبدون إلا الله وبالوالدين يحتانوا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس إسلام وعقيموا صلاة وعاقوا الزكاء ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم نعلمون وإذا خذنا ميساقكم لا تصفدون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقولون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فظاهرون عليهم بالإسم والعبوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا قزي في الحلاف الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا مرف الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مغيما البينات وأيّرناه بروحهم فكلما جاءكم عصول بما لا تهوى أنفسكم استفرتم ففريقا كذبكم وفريقا تقضلون وقالوا قلوناهم بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مفزق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين فقروا فلما جاءهم ما عرفوا كقوبه فلعنة الله على الكافرين باستما اشتروا به أن كتهم أن يقفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من قضله على من يشاء من عبابه فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابهم مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا مؤمنوا بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تفتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينا بهم ما تفزم العيل من بعده وأنتم ظالمون وإذا قزنا ميساقكم ورفعنا قوتكم مصرور قلوا ما آتيناكم بقوة مسمعون قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بست ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم خادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولسجد أنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحفه من العذاب أن يعمر والله فصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما غير يديه وعودا وبشراء للمؤمنين من كان عدوا لله وملائك به ورسله وجبريل وميكانك وإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يفكر بها إلا الخاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذبوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ طريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أظهرهم كأنهم لا يعلمون واشتبعوا ما تصل الشياطين على بي سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الحر وما أنت لعي الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول آه إنما أهل فتنة فلا تكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبكم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقودوا راعنا وكن برناب اصنعوا للكافرين عذاب أليم ما يبثوا الذين كفروا من أهل الكتاب ولن مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقص برحمته من يشاء والله بالقصر العظيم ما ننصق من آية أو من سها نأل بخير منها أو نصرها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له منذ السماوات والأرض وما لكم من دون الله بكم ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما تقول لهم سا من قبل ومن يتبدل البخرة بالإيمان فطروا لسوا السمين والتكثير من أهل الكتاب لو ينبونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أن تبين من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واتحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بظير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان غودا أو نصارا بالفهمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجعه لله وهو مأسن فله أجره عند ربه ولا قوت عليهم ولا هم يحزنون وقال في اليوم ليست النصارى على شيء وقال في النصارى ليست اليوم على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مستقودهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع ساجد الله أن نفر في أسمهم وتعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يذكروها إلا طوائفهم لهم في الدنيا فزهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا استخد الله ولدهم سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالدون بديع السماوات والأرض وإذا قرى أمرا فإنما يكون له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنها أرسلناك بالحق وشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليوم ولا النصار حتى تسترع ملتهم قل إنه لالله هو الغذار ولئذ استقعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يفكر به فأولئك هم الخاترون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني صفلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تزينك عنك شيئا ولا يقل منها أدنوا ولا تنفعها شكاعة ولا أم ينصرهم وإذ ارتلها إبراهيم ربه بكلمات فأتمعن قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناد عبد الظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنى واتقضوا من مقام إبراهيم مصلا وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للغائفين والعاسفين والرفع الصيود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم اتبعه قليلا ثم أصره إلى عذاب النار وبيس المطير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مصلمين لك ومن ذليتنا أمة مصلمة لك وألنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا بعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويؤلمهم الكتاب والحكمة ويذك فيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه من الذي إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصغفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن أسوالين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغطى بها إبراهيم بنيه ويعقوم يا بني إن الله أصغف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مصلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوم الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون منهم بعده قالوا نعمل إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإزحاق إلههم واحدا ومنح له مصلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تحددون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المحركين قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد انتذوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتيفيتهم الله وهو السميع العليم فبغة الله ومن أحسن من الله فبغة ونحن له عابلون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مسلمون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأفاق وكانوا نهودا أو نفارا قل أأنتم أعلم أب الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن ظهر بغاكل عما تعملون إِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ